للأسف الدول العربية متفككة والحل الوحيد لتعليم نتنياهو هذا المجرم درسا على الجامعة العربية أن تجتمع يعقدكم مع عربية وكل الدول العربية التي لديها اتصالات سياسية دجارية مع إسرائيل يجب أن تتوقف هذا هو الحل الوحيد الحل لن يأتي من واشنطن أما الدول الغربية الحل الوحيد يأتي من اجتماع الدول العربية وتعليق على أقل الشيء تعليق الاتصالات الدبلوماسية والدجارية مع العدو الصهيوني والأسف معظم الدول العربية دول الخليج حتى مصر أكبر دولة عربية بيقول لك نحن نعترف بالقانون العالمي ولا يسعنا أن نخالفه لكن أنت تعامل مع عدو الصهيوني ما العدو الصهيوني أما أي قانون العدو الصهيوني لم يعترف لا بالقانون الدولي ولا بالأمم المتحدة صحيح لكننا الدول العربية تقول لك نحن نخالف القانون يا إخ أنت تشتغل مع مجرم عالمي مجرم هذا لا يعترف بأي قانون كل قوانين الأمم المتحدة بالنسبة لفلسطين والدول العربية ولم يعترفون بها لما مصر مرضي التفايل السلام مع إسرائيل انتهى القوة العربية لخليج مرضوا مع إسرائيل أنا مرضي قبل أن تنحل القرية الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من كل الدول العربية لكن عندك الجولان عندك المجنون الترامب أعطاهني جولان هدية مجنون هذا مجنون مجنون ملك أبوه أما ملكه سوف يعطيه هدية لإسرائيل هذا ضد كل التعريف الدولية ضد الأنون الدولي وضد الأنون الأمم المتحدة وهذا الإنسان مرشح وأنا جمهوري لن أجده هذه السنة لأنه يخالف كل الكوانين عندما يقول لك إدس الشرقية أنا أعطيته لإسرائيل يا أخي هذا ملك أبوك أنت مملكة هذا الدعم هذا إهالي لأمريكا